اشتركوا في القناة اما عن سبب عدم سراء كل من اللاعبين جستين ميرام و احمد ياسي و محمد داود لا يجب سورد من قبل كتنش ان الاستبعاد لاستبار فنية فهل الجمهور العراقي مقتنع بهذا السبب بعد اعلان كتنش تشكيلة المنتخب الوطني رسميا علي عدنان يحصل على الموافقة من ناديه الكندي في الارتحاق بالمنتخب العراق الوطني الاسبوع المقبل وبذلك يكون علي عدنان اول المحترفين الملتحقي بصفوف الوطني بعد الاعلان عن تشكيلة منتخب العراق الوطني والتي لاحظنا فيها عدم استدعاء الكابتن على عباس نود ان نضح الاتي ان سبب عدم الاستدعاء هو وجود جواز اللاعب لدى السفارة البرتغالية لغرض اكمال تأشير الدخول الى البرتغال والالتحاق بتدريبات الفريق البرتغالي التوفيق للاباتشي وفي ذات السياق صرح مدارة جيل بسينتي البرتغالي سعيد جدا بقدوم على عباس سنعمل بروح الفريق الواحد سنعتمد على عباس بشكل كبير التوفيق للاباتشي في احترافه الجديد مهاجما للديوك قصدرت لجلة المسابقات التابعة للهيئة تطبيعي الانتحاد العراقي لكرة القدم جدولا يخص مباريات المرحلة الثالثة للدور العراقي المنتاز للموسم 2020-2021 موسيقى سيد حسين العنكوشي يعلم مراقل مباريات فريق نارد الديواني ورياضي لمرعب كره لا الدولي عيث صرح قادا قررت نقل ورياض فريق نارد الديواني لمرعب كره لا الدولي حتى يبدو دورينا اجمل من رغم من حصول ملعب الديواني لترخيص من اللجلة المسابقة رأيكم بما يقوم به السيد العنكوشي وهي خطوة جيدة يتخلص فيها من الملعب الصفراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة